مصدر الامل في الشباب اللي ما نزلوش المصرحية العباسية مصدر الامل شوفوا يا اخي في جنازة احمد خالد توفيق والاف الشباب اللي كانت ماشى وراء لدرجة انها وجعت بروستاتة عمر اديد وجعته وشاف شباب يعني الاف ماشين راح قال لك انا معرفوش معرفوش طب وانت ايه انا متعرفوه هو انت اللي بتدي ختمل الكتاب والمبدعين يعني لو قال لك ايه السوشيال ميديا بقالوا يومين مناحة على احمد خالد توفيق هو طبعا زعلان جدا لان احمد خالد توفيق غطى على مصطحيات السيسي وغطى من غير لجان مدفوعة ومن غير اعلانات الناس اللي بتتوح تدفع في النت اعلانات عشان تويتر ويعمل اكبر مشاهدة او اكبر حجد الحد واشتم في حد لا ده احمد خالد توفيق ناس بوسطاء شباب بيقولولي لحد النهاردة متصدر تويتر لحد النهاردة تلت يوم على التوالي شوفي الاحساس ده امل ده امل لان احمد خالد توفيق هو الاب الروح الجاد فازر العراب بتاع الشباب حد ده على الشباب شفت يافتح حد كتب شاركه في جنازة احمد خالد توفيق ما حصلش الناس طالع الشباب طالع الجنازة شباب كلهم صغيرين ده الامل الشباب دول ما السيسي كان يتمنى ربعهم في لجنة والله العظيم السيسي كان يتمنى ربع المنظر ده ده لو طلعوا ربع المنظر ده في لجنة بالسن ده كان السيسي وقف لا طمهون تصار على الاول والحارة انما ما فيش الراجل كانوا يزوقوا الناس من الدولين الحكومية وبالعافية وبالاكراه وبالمساجد وبالكنايس ده لا كنيسة كلمة على احمد خالد توفيق قال تطلعوا علي ولا مسجد قال ولا خمسين جنيه ولا غرامة ولا هتغض السكر والشاي ولا اي حاجة الناس طلقت كده ده امل اشتركوا في القناة